المسألة الثالثة مسألة الثالثة البراعة من الشرك وأهله لابد من البراعة من الشرك وأهله كيف نبرع من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح بالقلب لابد من بغض الكفار وعيادهم واحتفالاتهم والشركيات والبدع باللسان تصرح بلسانك بهذا إنني براع مما تعبدوا بالجوارح عدم مشاركة الكفار في عيادهم في احتفالاتهم في الشركيات في البدع حفلاتهم وشريحهم وشركياتهم كأس العالم كما يعني واتو ومجوانيك كونيكوا ومجوانيكوا يعني مكفار قسم تقوسهم وتظن واحد منهم وقسم لا إفراق ولا تفريق يفي لها الكفار بالعهود لا يتعد عليهم لا بالقتل ولا بأخذ الأموال ولا بالسب ولا بالشتر يتعامل معهم في البيع والشراء يدعوهم إلى الله يعاملهم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ولا يشاركهم في عيادهم واحتفالاتهم إذن الوسط هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نعم من يعيد لي ما أخذنا الآن نعم المسائل الثلاثة ما هي نعم بسم الله المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات نيكون بكيشة الله سبحانه وتعالى أكون يوفى المواكين الصفزاكين أكون معبودا الثانية يفيلي إفراد الله بالعبادة لا يمكن أن يُعبد غير الله الثالث البراءة من الشرك وأهله كيف تكون البراءة من الشرك وأهله من يعرف كيف تكون البراءة بالقلب واللسان والجوارح وأخذنا أقسام الناس في التعامل مع الكفار إلى طرفين وواسط نعم طيب هذا هو القسم الثاني المسائل الثلاثة وقلنا المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة وعرفنا التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة نعم الآن نأخذ القسم الثالث ما هو القسم الثالث من أقسام الكتاب نعم لماذا ندرس التوحيد تقدم معنى في أول درس لا يقبل الله يعمل إلا بالتوحيد لا يدخل الجنة إلا موحد استقرار الأمن تكثير الحسنات تكثير السيئات حتى لا نقع في الشرك نعم طيب الآن لو أخذ إنسان هذا الجهاز الجهاز هذا نعم فهذا الجهاز وضع الجهاز وأخذ الماء هكذا نعم وأخذ يصب الماء ويشرب بالجهاز هذا نعم 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 هل يتكلم على اثنين تعال هنا عندي ما حدي تكلم تعال هنا فنقول عن هذا الذي يشرف الماء بهذا الجهاز نقول عنه مجنون لماذا 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 لانو لا يعرف أن هذا الجهاز ليس لشربي الماء هذا للإتصال أو رسال الرسائل مثلا طيب لماذا خلقت تلعب تأكل تشرف تنام إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون مثل الذي يستخدم الجوال في شرب الماء إذا ليس الإشكال في معرفة الغاية من خلق الجن والإنس لأن الكل يعرف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا مشكلة هاوكو كما نجوا لنغ اليومبيو بسبب نجزيم وما تنبيو سيكون مجيني نبينا ما دام إلا عبادة الإشكال كل الإشكال في العمل في التطبيق لأن كل أكثر الناس الآن يعرف هذا السؤال والإجابة لماذا لا خلقت يقول لعبادة الله طيب العمل عكس هذا فكل الموجه يجوه إلي كما هي من أجل العبادة لكن يجي يفني العبادة ولهذا ترتاح إذا دخلت للمسجد وكنت في طاعة الله ترتاح وتسعد والله رمضان مثلا فانو رمضان هذا الشهر تصوم النهار تقوم الليل تقرأ القرآن تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر طعام قليل وعمل كثير وترتاح لماذا لأنك تسخر هذا البدن فيما خلق له ترتاح فإذا اشتغل العبد بعبادة لا سعيد وما هي أفضل عبادة بعد الواجبات ما هي أفضل عبادة تقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى بعد ما أوجب الله عليه ما هي طلب العلم وقل رب زدني علما يستزد من ماذا من المال لا من العلم لم يقرب إلا بهذا بالزيادة من هذا من العلم نعم الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على إخلاص والتوحيد الذي دائما يرجع للتوحيد ويبتعد عن الشرك هذا هو الحنيف حنيفية نيلمين لأنبايو إمين لأنبالي نا الشرك ينكو لكي أكون إخلاص نا توحيد نعم تعبد الله مخلصا له الدين كم عبد الله تينكو إخلاص كي كن يديني نعم هذا هو القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد يدو قسم يتعط كوانين اتنى سوما توحيد اشتركوا في القناة